الحقيقة ان احنا بعد كل رمضان بنقعد كده نراجع جرعة الدراما المكثفة اللي بنحصل عليها في كلال شهر شهر الكريم كلال شهر رمضان وبنقعد نحلل كتير من المسلسلات وكتير من المواضيع وبتبقى بنفتح مواضيع كتير جدا يعني وبتحط قدامنا افكار كتير مختلفة دراما رمضان والحقيقة واحدة من الحاجات اللي دائما بنقف عندها بعد كل جرعة رمضانية كبيرة من الدراما هي المشاهد اللي ليها علاقة بالعنف المشاهد اللي ليها علاقة بالحجم وبالتقدير اللي خدته المرأة والمشاهد اللي ليها علاقة كمان بالتدخين وبتعاطي المخدرات دي واحدة من الحاجات اللي بنقف عندها دايما والحقيقة انها حاجة مهمة جدا وزي ما قالت الدرسات وزي ما قالت الأرقام انه هذه المشاهد هي مشاهد مؤثرة جدا 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 وعايز اقول لكم على الحاجة واحنا بنتكلم عن الأرقام دي ومنطلع تقارير ومنطلع بيانات صدر عن المرصد الإعلامي افتكرت حاجة مهمة قوي في واحدة من المسلسلات انت اكيد عارفها سكي بلايندرز مسلسل شهير جدا موجود على واحدة من المنصات من أجزاء عدة بقالوا سنين بيتعامل الحاجة انه وانا بدور معلومات عن هذا المسلسل لقيت انه رصدوا انه نسبة التدخين زادت بنسبة كبيرة جدا انه كل أبطال المسلسل دولها عصابة وكده كلها مافيا وكلها عنف ويدخنوا كتير جدا جدا يعني بشكل مبالغ فيه بشكل ملحوظ الحاجة انه لقوا انه نسبة المدخنين زادت بعد عرض هذا المسلسل منطقي جدا وقعي لان احنا بنتأثر وبتشوف كمان البطل والنجم ده ليه كده كارزمة وليه طبع خاص ولو شنة ورنة تعرف يا شري تعرف يا شري زمان في الأفلام والمسلسلات وفي الدراما وبره كمان في الأفلام هوليوود يعني السجارة كانت جزء من تركيبة الشخصية وكانت أداة من أدوات التمثيل وكانت دايما بتطفي كده عمق وغمود على البطل وبتطفي انطباع بالسير اللي مش تمام والشخصية اللي مش ديست يعني للراجل تدي له عمق وقار وغمود والست ممكن تبقى أداة تستعملها دايما عشان تديك انطباع انها فتة ليل انها ست سمعتها منش كويسة انها دايما كان بيبقى السجارة جزء من التمثيل وده غلط جدا وده اللي طبعه تبعاته الدراما وطبعاته السينما في أذهنة فكرة انك عمرك ما هتلاقي البطل الجان اللي يعني مقطع السبكة ودلا عمرك ما هتلاقيه غير مدخن بالضبط اه ومسك سجارة ويعني الحقيقة انه ده خطر ويجب الانتباه ليه علشان كده احنا قدام هذه الأرقام والحقيقة ان انا قدامي أرقام كتير جدا 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 يعني مش عارفة يعني مش عايزة اشغلكوا اي بالأرقام لكن خليني برضو اقول قليل منها علشان نشوف احنا فين يعني لما اقول لكم ان احنا عندنا 18 مليون مدخن فوق ال 15 سنة يعني فوق سن ال 15 سنة عندنا 18 مليون بيصل متوسط انفاق الأسرة اللي فيها شخص واحد مدخن حوالي 6000 جليه سنويا يعني يجب ان ننتبه لده لا لو فيها واحد بس لو فيها واحد بس احنا بيبقوا خمسة وستة وارقام كبيرة والولاد كلهم اللي في العائلة بيدخنوا صحيح انا عايزة اقول بس حالة كمان اقول لها الأخيرة انه مثلا حسب تصريح وزارة التضاون لسنة 2015 بيقولك ايه بيقول يعني تصريح غريب جدا الحقيقة ويخد يقولك ان 72% من المراهقين في مصر بيتأثروا بالدراما فيما يخص التدخين والإدمان 72% وده يعني نسبة كبيرة جدا من المراهقين بيتأثروا تأثير مباشر سلبي من المشاهد اللي بيشوفها فيها تدخين أو إدمان صحيح اللي انت بتقولي ده صحيح من لون الفلمية لانه انت لو بصيتي انت عرفتي معلوماتك منين عن طريقة تعاطي هذه المخدرات أنواعها اللي بيتحين و اللي بيتشمق و اللي مش عارفة بإيه ها كل ده انتوا عرفتوا منين هتلاقي نفسك بتسترجع من دراما مشهد لا انت شفته في الدراما وشفته في السينما اشتركوا في القناة